قبل استخدام أي حبة فيتامين، ما الذي يجب عليك معرفته؟ نعتقد جميعاً أن الفيتامينات مفيدة جداً، ونستمر في مشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت التي توضح الفيتامينات التي يجب استخدامها، أو مضادات الأكسادة وكيفية استخدامها. لنبدأ بفيتامين ألف. فيتامين ألف هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ولكن إذا تناولناه بجرعات كبيرة ولفترة طويلة، فسيكون ذلك مشكلة معقدة للصحة، لذا خذه لمدة لا تزيد عن شهر واحد أو خمسة وأربعين يوما. الفيتامين الثاني مشهور جداً، وهو فيتامين دال. فيتامين دال مفيد جداً، ولكن كيف نفهم أننا نبالغ في تناوله إذا شعرنا بالتوتر الشديد؟ فهذا يعني أننا نتناول جرعة زائدة من فيتامين دال. يساعد فيتامين دال في الهدوء، ولكن تناول جرعة زائدة منه يحدث مفعولاً عكسياً، فيجعلنا نشعر بالتوتر. كما يمكن أن تسبب جرعة عالية من فيتامين دال ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في المرارة والكلاء. الفيتامين الثالث الذي أريد أن أتحدث عنه هو فيتامين هاء. فيتامين هاء مضاد جيد للأكسادة، ولكن إذا زادت من جرعته، سيسبب لك الصداع والقلق والقيء وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. ومن الحقائق الخطيرة المتعلقة بفيتامين هاء، أنه إذا كان الشخص يدخن ويتناول فيتامين هاء لفترة طويلة، فقد يتسبب ذلك في حدوث سكتة قلبية، لذا كن حذرة. آخر فيتامين هو فيتامين سي. تعلمون جميعاً أن فيتامين سي جيد جداً وهو مفيد للمناعة، وللتخلص من أعراض الإنفلونزا والبرد، ولكن تناول جرعات زائدة منه أو تناوله بشكل غير منتظم لمدة طويلة، سيتسبب بمشاكل جلدية. أوصي بأن تحصل على هذه الفيتامينات من الفاكهة لأنها تكون بصيغتها الطبيعية، وتمنحك الفوائد كاملة دون أن تتعرض لأي آثار جانبية. ترجمة نانسي قنقر